السلام عليكم اسمي كانستان نافينيشيا رئيس مجلس الهارو اود ان استبشر بالاق ذاكر نيابة عن مجلس الهارو ومجتمع الهارو المتعدد الثقافة والدين انت على الرحب والسعى بما انني محدود بسؤال واحد ساكون ملتزما من الشرف ان تخاطبنا انا ممتن جدا لهذا لقد حللت بعض تفاصيل مختلف الاديان الاسلام والهندوسية واليهودية وحتى الالحاد هل القضية قضية تساوي الاديان ام انها قضية تفوق دين على اخر وشكرا الاخ سأل سؤالا جيدا جدا عن تفوق دين ما على دين اخر ما معنى كلمة دين اساسا الدين يعني طريقة الحياة بدلا من التكلم عن التفوق القرآن يقول تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اذا كانت القضية قضية تفوق فكل واحد سيحاول ان يثبت ان دينه هو الافضل لهذا عند التحدث مع غير المسلمين القرآن ينصح بقوله تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لهذا انا شخصيا لا اوافق على طريقة تحدث الناس عن الاديان عادة فعادة يأتي شخص مسيحي يقول ان كل الاديان متماثلة المسيحية والهندوسية والاسلام متماثلين ثم يأتي هندوسي ويقول ان حتى الهندوسية صحيحة ثم يأتي مسلم ويقول ان الاسلام والهندوسية والمسيحية متماثلين كما ترون انا تلميس في مجال مقارنة الاديان والقول ان كل الاديان متماثلة كسبة كبيرة هناك تشابهات لكنهم ليسوا متماثلين وهناك اختلافات استطيع التكلم عن الاختلافات اكثر من التشابهات لكن القرآن يشجع عن التكلم عن التشابهات استراتيجيتي هي الطلب منهم الاتفاق على الاقل ان كتاب دين واحد صحيح مئة في المئة فيقول المسيحي حسنا انا لا امانع على الايمان ان الانجيل هو كلام الله مئة بالمئة ويقول الهندوسي انا لا امانع على الايمان ان الفيداس هو كلام الله ويقول المسلم انا لا امانع على اعتبار الكرآن كلام الله انا لن اجبر احد على الايمان بما اؤمن به ما أقوله هو أنه يجب علينا اتباع كل ما هو مشترك بين هذه الكتب المقدسة على الأقل الاختلافات سنناقشها لاحقا لذا فعندما نبحث عن التشابهات بين كل هذه الكتب المقدسة نجد أنها كلها تقول أن الإله إله واحد في الإنجيل يقول موسى عليه السلام في سفر التثنية الإصحاح 6 العدد 4 اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد عندما سئل عيسى عليه السلام عن أول الوصايا ردد نفس الشيء في صفر ملقص الإصحاح 12 العدد 29 إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد إذا قرأت الكتب المقدسة الهندوسية في أبونيشياد شاندوغيا الجزء 6 القسم 2 الآية 1 هذا اقتباس سنسكريتي يعني أن الإله واحد بدون ثاني وفي أبونيشياد شفيتا شفطارا الجزء 6 الآية 9 لا أباء لذلك الإله لا يعلو عليه أحد لا يسوده أحد ليس لديه أم وليس لديه أب ولا يوجد من يتفوق عليه وأيضا في أبونيشياد شفيتا شفطارا الجزء الرابع الآية 19 ناتاسايا براثيما أستي أي لا يوجد صورة لهذا الإله يمكنني إعطاء اقتباسات من البهضا فادغيتا أو الأبونيشياد والفيداس وغيرهم تتحدث عن وحدانية الإله لذا أنا أقترح أن نؤمن جميعا بإله واحد في البهضا فادغيتا الفصل السابع البيت عشرون أولئك الذين نقلت معرفتهم عن طريق الرغبات المادية يستسلمون للآلهة الصنمية إذن إذا قرأت البهضا فادغيتا والفيداس والأبونيشياد فهم يقولون أن الإله واحد ويعارضون عبادة الأصنام ولا يؤمنون بنزول الإله إلى الأرض بل يؤمنون أن الإله يرسل رسلا وأنبياء لذا أقترح أن يتفق الهندوسيين واليهود والمسيحيين والمسلمين على الإيمان بإله واحد يستحق العبادة وذلك الإله ليس له صور ولا يمكن أن يكون مولودا فهذا مذكور في الإنجيل والبهضا فادغيتا وكذلك في القرآن إذا درست كل هذه الكتب المقدسة فستعرف أنهم يشتركون في نبوءة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أعطيتكم في المحاضرة اقتباسات من اليهودية والمسيحية ويمكنني إعطاؤكم اقتباسات حتى من الكتب المقدسة الهندوسية إذا قرأت بها فاجيتا بورانا الحلقة ثلاث المجلد ثلاث الفصل ثلاث من عشر إلى سبع وعشرون تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وفي أطهر فافيدا الكتاب عشرون الأنشودة مئة سبع وعشرون الآيات من واحد إلى أربعة عشر تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم هناك كتاب اسمه كالكيبورانا يتحدث عن رسل سيأتون يذكر كالكيبورانا أن هناك رسول أخير وخاتم سيأتي واسم أمه سيكون سوماثي الذي يعني آمنة واسم والده سيكون فشنياش الذي يعني عبد الله هذه هي أسماء والدين رسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا أنه سيولد يوم اثنى عشر من ربيع الأول ويقول أنه سيكون آخر الأنبياء وخاتمهم ورسول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم الأنبياء ويقول أن أربع من أصحابه سيخلفونه وهنا يتكلم عن الخلفاء الراشدين الأربع وهلما جرى ويقول أيضا أنه سيولد في مكان سلمي وهادئ يسمى سنبهالا وهي مكة وسيولد لعائلة حاكم مكة لقد قدمت محاضرة عن محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة الهندوسية إذن ثاني التشابهات بالنسبة لي بعد الإيمان بإله واحد هو الإيمان بآخر وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الكتب المقدسة الهندوسية والمسيحية واليهودية وحتى الكرآن يتكلمون عن الحياة بعد الموت الكتب المقدسة الهندوسية تتحدث عن الحياة التالية وليس الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة وتستمر هكذا هذا سوء فهم بونار تعني التالية وجنم تعني الحياة فنحن نؤمن بالحياة التالية بعد الموت لكن ليس الولادة ثم الموت ثم الولادة ثم الموت وهكذا فهذا سوء فهم إذن ما أقوله هو لماذا لا نوافق على ما هو مشترك فكل الكتب المقدسة تتحدث عن وحدانية الإله وتتحدث عن مجيء رسول خاتم يسمى محمد صلى الله عليه وسلم وإذا اتعوا جميعا آخر وخاتم الأنبياء فيجب عليهم اتباع الكرآن لذا بدلا من التكلم عن التفوق علينا العودة لدين واحد وهو كما قال الله في صورة آل عمران رقم ثلاث الآية رقم تسعة عشر إن الدين عند الله الإسلام إذا كان اسمك محمد أو سلطان أو عبد الله أو ذاكر فهذا لا يعني أنك ستدقل الجنة فقط لأن اسمك إسلامي المسلم هو الذي يحقق السلام بإخضاع إرادته لله إذن كل الكتب المقدسة السابقة تغيرت بمرور الزمن الكرآن هو الوحي الذي بقي كما هو ولم يتغير لكن حتى بعد تغيير كل الكتب المقدسة الأخرى ووفقا لباحثيهم وعلمائهم إذا قرأت كتب الباحثين والعلماء الهندسيين والمسيحيين فإنهم يقولون أن كتبهم المقدسة قد تغيرت لكن حتى مع هذا التغيير فقد بقيت بعض الحقيقة فيهم